اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحباً بكم في الدرس رقم 46 بالنسبة للمبتدئين اليوم ان شاء الله سوف نرى حروف الجر كانت الكثير من خلط في هذه الحروف اللي هي بريبوزيسيوني سامبليشي وارتيكولاتي اذا هنا سوف نحاول نفسر قليلاً لكي نوضح استعمال هذه الحروف الجر مثلاً عندك اه مثلاً تقول مثلاً فادو اه كازا فادو اه كازا يعني اذهبوا الى المنزل اه هنا عندها معنى اله مرة اخرى جملة اخرى لا يلقى اه ال ال مثلاً فادو الميركاتو فادو الزمير كي تعني اذهبوا الى السوق وقال عندها نفس المعنى ديال ال 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 اذا هنا كيوقع خلط احنا غادي نحاول نفسره ونشرحه كيفاش كين بزاف ديالي بريبوزيسيوني حروف الجر لكن احنا غا نركزه على ا باش نحاول نوصله بفكرة واضحة اذا اخواني اخواتي فنبدأ على بركة الله اذا عندما اقول فادو 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 ماذا تعني ماذا تعني اذا انتم غادي تفكروا دائما تفكروا في الكلمة قبل ان نقول لنا الترجمة دياله باللغة الايطالية فادو كان عيني بها هذا فادو كان عيني بها اذهبوا اذهبوا يعني غادي غادي فادو فادو كنت تهم جيد فادو 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 هنا ادخلنا عليها ا اللي هي بريبوزيسيون يعني حرف الجر فادو 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 قلنا اذهبوا لا زدنا عليها ا ماذا نقولوا فادو فادو بمعنى اذهبوا الى اذا ا كان عيني بها الى حرف الجر الى راديدوا معي فادو ا فادو ا فادو ا اذهبوا الى الان فادو ا كازا فادو ا كازا اذا فادو ا قلنا اذهبوا الى اذا ادخلنا عليها كازا ماذا ستصبح تكلموا فيها مزيان اذا فادو ا كازا ونعني بها اذهبوا الى المنزل اذهبوا الى المنزل يعني غادي الدار غادي الدار المنزل اذهبوا الى المنزل فادو ا فادو ا اذهبوا الى كازا كازا هي المنزل فادو أكازا إذن لاحظوا معي هنا إخواني أخوتي فادو أل قلنا فادو هي أذهب يعني غادي أل عندها دائماً المعنى دي إلى حرف جر إلى فادو أل أذهب إلى لكن ما بقلتش عندك أبو حديها فادو أ إذن نحن قد نمشي بشوية باش نفسره فادو أل إذن قلنا فادو أل هي أذهب إلى لقد خلنا لها ميركاتو 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 إذن فكروا فيها ديم زيان فادو أل ميركاتو فادو أل ميركاتو ماذا نقول ماذا نقول فادو أل ميركاتو إذن أقول أذهب إلى التدفق دائماً إلى أذهب إلى ميركاتو هو السوق السوق يعني المرشي فادو أل ميركاتو فادو أل ميركاتو راتدو معي فادو أل ميركاتو فادو أل ميركاتو ولا نقول فادو أميركاتو أميركاتو بحل لقنا فادو أكازا فادو أل ميركاتو فادو أل ميركاتو إذن لاحظوا جيداً إخواني أخواتي عندما أقول إل ميركاتو إل ميركاتو إذن أبدأ بأداء التعريف هذا التعريف هي إل إل هذا التعريف كان يعني بها أرتيكولو أرتيكولو يعني أل أل أقول السوق أل لك أل هي أداة التعريف يعني أرتيكولو كيدا بإل وهذا إل هذه أرتيكولو لهو مذكر مذكر ماذا؟ ومفرد مذكر ومفرد يعني ماسكيلي ماسكيلي مذكر مفرد هو سينغولاري إذن هذا الإسم قبل الأسماء التي تبدأ بإل بحال هكذا إل بحال إل ميركاتو تكون قبل منها آ آ اللي هي إل 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 ماذا نفعله؟ نجعله إليك آ بوحدها لماذا؟ لأننا نقدمها إل ما نقوله إل إل هذي إل ماذا نفعله؟ نحيد له إي إي شكرا؟ حيدنا إي البلاسة ديال حيدنا إي وخلينا غير أل أل ودمجنا الحرف الجر اللي هو آ ودمجناه ودرنا قدامه أل أل وتصبح عنا أل أل فادو أل ميركاتو فادو أل وديك أل كتبقى عندها دائما بالعربية المعنى ديال إلا إلا ما كتغيرش غير ديك آ كما قلنا كتولي أل أل الميركاتو الميركاتو هنا قد نشوفه بعض الأمثلة ونضحه مازل شي شوية وشي آخر إخواني أخواتي عندما يكون الاسم بحال لدنا الميركاتو الأصل ديال الفعل هو عفونا عن الاسم ميركاتو ميركاتو هاد ميركاتو باش كتب دا كتب دا أمي أمي م ميركاتو هاد حرف هادا ساكن ساكن بمعنى بطاليانيا كونسونانتي كونسونانتي يعني ساكن إذن حتى هاد قضية هاد كتش كنديرو القطلكم اللي كتب دا بإل إل يعني ماذا هذا التعريف إل اللي هي مفرد مذكر ويكون داك الاسم داك الاسم براسل الاسم براسل هو ميركاتو اللي تيبدأ بأم يكون داك الحرف ساكن اللي يعني كونسونانتي عاد نديرو هاد القادية ديال ال ال كي احنا احنا غاد نعطيو بعض كلمات نفس نفس هذا السياق هذا إذن انظروا هادية الجملة فادو البانيو فادو البانيو إذن هنا إلى كتبناها بأل أل بركي بركي لماذا لماذا لأن بانيو بانيو حتى هو كتب إلا البانيو البانيو كيبدأ بإلا بحال إلي ميركاتو يعني نفس الشيء وكلمة بانيو بانيو حتى كتب ب ب ب هذا ب حتى هو حرف ساكن حرف ساكن وهو كونسونانتي إذن تفرع فيها لك الشرط اللي قلنا هي ح caval εί كتب الكتب البانيو ماذا نعني ب فاد البانيو ماذا نعني بها فكروا فيها جيدا نعني بها نعني بها أذهب إلى الحمام أذهب إلى الحمام هل Universe で البانيو البانيو رددوا معي هذه الجملة فادو البانيو فادو البانيو لا نقول فادو ابانيو حتى في النطق لا تسمع فادو ابانيو فادو البانيو وهذه المسائل أخوتي لم تكن حال هذه هي غير براتيك لكن انت تعود الجملة وكتسمعها دايما وكترددها وكتعودها وكتسمعها من عند الناس وفي المسائل كتدخل لك راسك بلا قاعدة بلا نحو بلا والو احنا قد اندودوا الجملة اخرى لاحظوا اخواني اخوتي هذا الجملة فادو اميلانو فادو اميلانو بمعنى انا ذاهب الى ميلانو لماذا قلت لكم هذه الجملة لان كنت درسنا درس فادو بحال هذا واحد الاخت ماشي كريتيكات مالكي واحد طريقة ما عجبتني طريقة ما شكل قلت لي اه ميلانو حتى هي كتب دابه ساكن ميلانو لماذا لم تدرس الميلانو لماذا اذا ما انتبهت للصرح لان ميلانو ميلانو لا تبدأ بالميلانو بحال الميركاتو لا تقول لش ال ميلانو هذه الكلمة لا تتفيد على القاعدة التي قلتنا تبدأ بحال ساكن لكنها لا تبدأ بالارتكول وانتبه اذا لا تقوم بحال ميلانو حسنا؟ نرى لأن هناك قواعد هذه الكلمة تبدأ بم حسنا، لكن لا يوجد الميلانو نقوله الميلانو، إذا سنقوم بغير آ 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 ما عندهاش مكينش السوق ولا مكينش ميلانو رابط كي إذا نردده معي إخواني أخواتي أعد الجملة عندما أقول فكراف هادي جملة هادي فكراف هادي جملة هادي تاني أذهب إلى سيبر ماركت إذا هنا كتبنا أل أل ولم نكتب أ سوبر ميكاتو كتبنا أل لماذا؟ لأن الكلمة سوبر ميكاتو كتبدا بإل إل لقلنا هذا التعريف وهي مفرد ماذا مذكر وكتبدا حرف كي يبدأ بأس سو سوبر أس اللي هو حرف ساكن كنسونانتي إذا فهج الحال هادي كنكتب أل سوبر ميركاتو أل سوبر ميركاتو رادي دو ماي هونا لاحضو جيدا هادو أدور ميري هادو أدور ميري ذكرتوا فيها مزيان إذا فهج الحال هادو أدور ميري هادو بها هادو إلى النوم إلى النوم يعني هادو نعس فهج الحال هادو هنا هادو الكلمة هادو كتبدا بالدي والدي حرف ساكن حرف ساكن أوكي كنسونانتي لماذا لا كتبنا أل دور ميري نطقا مايش هي هادي وثانيا هذا هذا أرى فعل فعل مايش إسم إذا الفعل مايتيبدأش ب ال الارتيكولو هذا التعريف كنقوله دور ميري فعل ماذا نام إذا الفعل كلها كيف ما بتكون كيف ما بتكون كتدير قبل منها كتدير آ آ هاد حالة ديال آ إلا إلا كانت إلا ولكن شي حرف آخر دائما ما كتزيد عليه والو كيبقى حرف حرف في الأصل ديال ما كتزيد عليه والو كي إذا فادو أدور ميري أذهب إلى النوم رددوا معي فادو أدور ميري فادو أدور ميري فادو أدور ميري إذا إخواني أخوتي صنع النهاية ديال هات الفيديو هدا إذا نحاول ندير لكم تامارين تامارين حول آ الناس المبتدئين اللي ما زال أجلي شوية غامضة لهم غدين ديرو وغدين حاول نخلي لكم هنا رابط رابط ديال فيديوهات اللي دازو ديال حرف الجر بريبوزيسيوني بشي غير آ حتى الخرين احنا غدين حاولوا مرة مرة نديرو مثلا احنا ندرنا آ مرة أخرى غدين دا دا حرف الجر دا شوفوا تواكي باش كي تستعمل لكن بشوية 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 لأنها دوشي شوية كي يخرب بقو إذن إخواني أخواتي ما تنسوش اللي لايك جزاكم الله ونطلقوا في الترس القديم إن شاء الله بحول الله تمتم بخير ذيف لمروك ذيف لمروك ذيف فريق الوطني المغربي وهنئان